وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الجزء الثامن والثلاثون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المذهب الطوسي لازلت أحدثكم تحت عنوان كينونة دين العترة الطاهرة وهذا هو القسم السادس حدثتكم في الأقسام الثلاثة الأولى عن خصائصي ومميزاتي ومشخصاتي القلب النوري القلب الروحي المركز النوري المركز الروحي لدين العترة الطاهرة الذي عبرت عنه بكينونة دين العترة الطاهرة وكل ذلك في اتجاه يتبنى الحكمة المنطقية القائلة من أن الأشياء تعرف وتتبين من خلال بيان عضادها من خلال معرفة عضادها فحينما اتضحت لنا كينونة دين العترة الطاهرة في الوقت نفسه اتضحت لنا كينونة المذهب الطوسي الضال الذي باشر تأسيسه محمد ابن الحسن الطوسي الذي يعرف بشيخ الطائفة حينما انتقل إلى النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة انتقل إليها من بغداد وأسس حوزة النجف اللعينة التي هي حوزة المذهب الطوسي اللعين أنا لا أشكل على أن الطوسية أسس مذهبا خاصا به ولا أشكل على حوزة النجف أنها تتبنى هذا المذهب لا شأن لي بالطوسي ولا شأن لي بحوزة النجف مثلما لا أشكل على المذهب الحنفي وعلى المذهب المالكي وعلى سائر المذاهب الأخرى الناس أحرار تريد أن تتبع دينا معينة تريد أن تؤسس لها دينا معينة تحت عنوان المذاهب هم أحرار هناك يوم سنجتمع فيه وكل واحد منه عليه أن يجيب على قائمة طويلة من الأسئلة يكون التحقيق تحقيقا مرا شديدا إشكالي على الطوسي وإشكالي على حوزة النجف اللعينة من أنهم يدعون كذبا أنهم على دين العترة الطاهرة ويسمون دين العترة الطاهرة بمذهب أهل البيت والعترة الطاهرة ليس لها من مذهب أتحدث عن المذهب الإصطلاحي مثل ما نقول المذهب الحنبلي مثلا ومثل ما نقول الآن المذهب الطوسي العترة الطاهرة ليس لها من مذهب هناك دين واحد تحدث القرآن عنه ورضيت لكم الإسلام دينة هذا هو دين العترة الطاهرة أصحاب المذاهب أصحاب الاتجاهات الذين أسسوا فرقا الذين أسسوا أديانا هم أحرار لا علاقة لنا بهم هذه عقيدتنا الآخرون يرفضونها نحن أيضا نرفض عقائد الآخرين ونرفض أديانه وكل حزب بما لديهم فرح وستشرق الشمس في يوم من الأيام على اللصوص ويقولون تطلع الشمس على الحرام ستشرق الشمس في يوم من الأيام على اللصوص وحينها تتبين الحقائق جلية واضحة وأنا أحدثكم في هذه الأجواء فلقد كشفت لكم كيف أن المذهب الطوسي اللعين حول أصل الأصول في ديننا إلى نقطة تافهة ليست ضرورية جعلها في حاشية المطلب جعلها في حاشية الدين ومر الكلام في هذا لا أريد أن أعيده وحدثتكم كذلك في الحلقة الماضية عن أن المذهب الطوسي اللعين حول توحيد العترة الطاهرة وبدله وغيره واستبدله بتوحيد المعتزلة وحدثتكم عن المطلب بما فيه الكفاية بما صار واضحا لديكم أحدثكم في هذه الحلقة عن أن المذهب الطوسي القذر الوسخ الذي هو مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء هذا المذهب القذر النجس حول الوسيلة التي هدمت بها سقيفة بني ساعدة دين العترة الطاهرة دين محمد وآل محمد الطوسيون حولوا تلك الوسيلة إلى مصدر من مصادر التشرية إنني أتحدث عن الإجماع سقيفة بني ساعدة سقيفة بني ساعدة هدمت دين محمد وآل محمد بما يسمى بالإجماع الطوسيون اللعناء جاءوا بالإجماع وجعلوه مصدرا من مصادر الدين فحولوا الوسيلة الهادمة لدين محمد وآل محمد حولوها إلى مصدر من مصادر دين محمد وآل محمد ماذا فعل هؤلاء بدين محمد وآل محمد نقضوا بيعة الغدير حولوا أصل الأصول في ديننا إلى نقطة ليست ضرورية في حاشية الدين فهدموا بناء الدين بأكمله عبثوا بحديث العترة الطاهرة استبدلوا منهج الاستنباطي في دين العترة الطاهرة بمنهج آخر جاءونا بمنهج صنعوه من منهج الشافعي ومما تقيأت به المعتزلة استبدلوا توحيد العترة بتوحيد المعتزلة وصاروا مشركين مثل ما قرأت عليكم من أحاديث أئمتنا في الحلقة الماضية توحيد حوزة النجف في الكتب التي يتبنها مراجع النجف شرك 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 واضح بحسب فتاوى أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كذلك هم حولوا الإجماعة الذي هو وسيلة جاءت بها السقيفة بني ساعدة اللعينة لهدم دين محمد وآل محمد حولوا هذه الوسيلة القذرة إلى مصدر من مصادر التشريع في دينهم الطوسي وضحكوا علينا ضحكوا على أجدادنا وآبائنا وقالوا لنا من أن الإجماعة من مصادر التشريع في دين العترة الطاهرة كذابون دجالون حقراء أنذال هكذا فعلوا بنا وفعلوا بأسلافنا منذ أن تأسس مذهب الضلال هذا سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم اللعين حوزته المشؤومة اللعينة في النجاف نذهب إلى فاصل سلام الله الإجماع الإجماع وسيلة شيطانية قذرة جاءت بها سقيفة بني ساعدة لهدم دين محمد وآل محمد الطوسيون حولوها إلى مصدر من مصادر التشريع مثل ما فعل سقيفي بني ساعدة سقيفتان 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 سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي سقيفتان سقيفة بني طوسي هي الأخطر على ديننا وهي الأقذر والأوسخ والأنجس إنها حوزة النجف هذه هي سقيفة بني طوسي اللعينة وألعن ما فيها وأقذر ما فيها مراجعها الكبار مراجع حوزة النجف هم الذين دمروا دين العترة الطاهرة وهم الذين دمروا أحاديث محمد وآل محمد ما بين الإنكار والتضعيف والاستهزاء والسخرية بها وما بين جهلهم في فهمها وإدراك مضامينها كتبهم دالة على ذلك أحاديثهم دالة على ذلك وكلاؤهم فضائياتهم حوزاتهم القذرة الوسخة دالة على ذلك دالة على جهلهم دالة على عوراتهم القبيحة التي لا أجد مجالا للحديث عن كل تفاصيلها القذرة المقرفة على أي حال إنني أريد أن أحدثكم عن الإجماع في البداية لا بد أن تعرفوا معنى الإجماع الإجماع في اللغة وبشكل سريع وموجز الوقت يجري سريعا الإجماع في اللغة إذا كان الحديث عن شخص مفرد أقول مثلا أجمعت أمري على أن أفعل كذا وكذا أجمعت أمري أي أنني متأكد من نيتي وعزمي وقصدي أن أقوم بهذا الأمر فلقد فكرت فيه تدبرت في عواقبه أجد أن الأمر ضروري بالنسبة لي فلا بد أن أقوم به لا بد أن أبادر إليه في صبيحة يوم غد فأقول أجمعت أمري على أن أفعل كذا وكذا هذا إذا كان الحديث عن فرد بعينه عن شخص بعينه أما إذا كان الحديث عن مجموعة من أنهم أجمعوا على الأمر الكذائي هذا يعني أنهم اتفقوا اتفقوا على الأمر الكذائي آراءهم توافقت وأخذوا قرارا في أن يقوموا بهذا الأمر بعد أن اتفقوا عليه فالإجماع في اللغة أتحدث عن اللغة الإجماع في الإصطلاح شيء آخر الإجماع في اللغة إذا كان بخصوص فرد واحد فهذا يعني أنه قد اتخذ قراره النهائية القطعية في أن يعرض عن شيء أو في أن يقدم على شيء أما إذا كان بالنسبة لمجموعة من الناس هذا يعني أنهم اتفقوا على شيء اتفقوا على أمره إن كان إقداما أو كان إحجاما هذا هو المعنى الإجمالي للإجماع في اللغة قد يرد في أحاديثنا الشريفة بخصوص رواياتهم وأحاديثهم على سبيل المثال ما جاء في الكاف الشريف في الجزء الأول وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثامنة والثمانين في الرواية التي تبدأ في الصفحة السابعة والثمانين إنه الحديث العاشر من الباب الذي عنوانه باب اختلاف الحديث هذه الرواية المعروفة التي ينقلها لنا عمر بن حنظل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما إذا حدث اختلاف وتنازع في شأن مالي في شأن حياتي فيما بين الشيعة حيث حيث يترافعون إلى رواة حديث العترة الطاهرة إلى الذين قال عنهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ينظران المتخاصمان من الشيعة ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكم إلى آخر ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنا لست بصدد التوغل في هذه الرواية الرواية طويلة موطن الحاجة هنا إذا مختار فقهين واختلف الفقهان فيما نقل من الحديث عن العترة الطاهرة إلى أن تقول الرواية إمامنا الصادق يقول ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك المجمع عليه من أصحابك المجمع عليه من أصحابك هذا كلام بخصوص الأحاديث والروايات الروايات التي أجمع عليها علماء الشيعة رواة الحديث رواة الحديث أجمع على نقل هذه الرواية هذا لا علاقة له بالإجماع الذي أحدثكم عنه هذا الإجماع إجماع اللغوي بالمعنى اللغوي اتفقوا على نقل رواية من روايات العترة الطاهرة الرواية التي يجمع رواة الحديث على نقلها تكون مميزة من جهة أنها رواية معروفة بين رواة الحديث هذا يعني أنها من روايات العترة الطاهرة بشكل واضح بشكل صريح فهذا لا دخل له في موضوع الإجماع الذي أحدثكم عنه صار واضحا إذا ما واجهتكم رواية فيها مثل هذا الكلام ينظر إلى ما كان من روايتهم إنها رواية عن الأئمة ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من أصحابك فيأخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه بعبارة دقيقة المراد من المجمع عليه هو المشهور بين رواة الحديث بقرينة ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك الشاذ هو الذي ليس بمشهور عند أصحابنا يقابله المجمع عليه وهو المشهور عند أصحابنا فالمجمع عليه هو المشهور والإجماع هنا شهرة الرواية بين رواة الحديث هذا هو المراد من الإجماع هنا الذي جاء في رواية عمر بن حمضل وأمثالها من الروايات الأخرى إذن صار واضحا لدينا في اللغة الإجماع بالنسبة للفرد هو أنه قد اتخذ قراره بشكل قطعي أجمع على أن يفعل كذا أجمع أمره على أن ينتقل من هذا البلد إلى بلد آخر أجمع أمره على أن يبيع شركته إلى غير ذلك اتخذ قرارا قطعيا بعد أن تدبر في عواقب ذلك الأمر إذا كان الذين أجمعوا جمعا من الناس فهذا يعني الاتفاق فيما بينه إقداما أو إحجاما في رواياتنا وأحاديثنا حينما يكون الحديث عن مجمع عليه في الروايات إنها الرواية المشهورة بين رواة الحديث كل هذا لا علاقة له بالإجماع الذي أريد أن أحدثكم عنه إنما بينت لكم هذا حتى لا تختلط عليكم الأمور الإجماع الذي أريد أن أحدثكم عنه بدعة من بدع السقيفة بني ساعدة وركض الطوسيون اللعناء وراءهم سقيفي بني ساعدة قالوا من أن الإجماع يمثل مصدرا من مصادر التشريع هناك الكتاب هناك سنة النبي كما هم يدعون وهناك الإجماع ما المراد من الإجماع اختلفوا في تعريفه لكن بالإجمال أن المسلمين يجمعون على رأي معين حتى وإن لم يكن مذكورا في القرآن وإن لم يكن مذكورا في سنة النبي وإنما هم ابتدعوا هذا الأمر إذا اتفقوا عليه جميعا فهذا يعني أنه جزء من الدين لماذا لأن الأمة قد أجمعت على ذلك فصار الإجماع مصدرا من مصادر الدين قد يقول قائل إذا كانوا قد اتفقوا على شيء ذكر في القرآن أو اتفقوا على شيء ذكر في سنة النبي التي يعتقدون بها أتحدث عن سقيفي بني ساعدة فهذا ما هو بالإجماع الذي هو مصدر من مصادر التشريع لأن التشريع هنا قد رجع إلى القرآن لأن التشريع هنا قد رجع إلى سنة النبي التي يعتقدون بها إذن المراد من الإجماع هو مصدر قائم برأسه المسلمون يجمعون على شيء ليس مذكورا في القرآن وليس واردا في سنة النبي بحسب ما يعتقدون وإنما أجمع المسلمون على شيء البداية من خلافة أبي بكر هم يقولون من أن المسلمين في المدينة وما جاور المدينة أجمع على صحة خلافة أبي بكر فهذا يعني أن خلافة أبي بكر شرعية وقد صدرت عن الإجماع الذي هو مصدر من مصادر الدين لأن خلافة أبي بكر لم تذكر في القرآن ولم تذكر في سنة النبي التي يعتمدونها ويعتبرونها صحيحة من وجهة نظرهم لم تذكر خلافة أبي بكر لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة التي عنده إذن من أين جاءت الشرعية جاءت الشرعية من إجماع المسلمين فإن إجماع المسلمين على شيء حتى لو لم يكن مذكورا في القرآن لو لم يكن مذكورا في سنة النبي فإن إجماعهم دليل ومنبع ومصدر من مصادر التشريع بهذه الطريقة نقضوا بيعة الغدير وهدموا دين العترة الطاهرة وحرفوا دين محمد وآل محمد وأسسوا نظام سقيفتهم الملعون هذا هو الذي قصدته من أن الإجماع وسيلة جاءت بها سقيفة بني ساعد لهدم دين محمد وآل محمد ركض الطوسيون فجاءونا بها وجعلوها مصدرا من مصادر التشريع في دينهم وضحكوا علينا وقالوا لنا هذا هو دين العترة الطاهرة كذابون حقراء دجالون سفلة أنجاس أرجاس هؤلاء أتحدث عن الطوسيين الخبثاء اللعناء كيف ضحكوا على الشيعة وكيف دمروا دين العترة الطاهرة صار واضحا لديكم المعنى الإجمالية للإجماع عند السقيفة بني ساعد عند الطوسي الذي أثبت الإجماع في دين الشيعة في دين الشيعة الذين صاروا شيعة طوسيين الذي أثبت الإجماع بشكل مشرعن وبشكل رسمي وبتنظير واضح الطوسي قبل الطوسي الشريف المرتضى الذي هو معتزلي إلى النخاء وإن كان لا يصرح بذلك وربما يتوهم البعض من أنه يناقش المعتزلة بفكر شيعة العترة هذا صحيح في كتبه أنا لا أقول من أن الشريف المرتضى معتزلي بقصد هو تشبع بفكره مر الكلام بخصوصه لا أريد أن أقف عند هذه النقطة الشريف المرتضى تبنى موضوع الإجماع ولكن صفحة الشريف المرتضى طويت ولذا لا أريد أن أقف عنده مشكلتنا نحن بدأت منذ تأسيس المذهب الطوسي القذر النجس الذي أسسه الطوسي سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس حوزة النجف اللعين مشكلتنا من هنا بدأت من هذا التاريخ فإن الذي جعل الإجماع مصدرا من مصادر التشريع في دين الشيعة الطوسي وقد أثبت هذا في كتابه العدة وبشكل واضح وصريح مصادر التشريع عند الطوسي الكتاب السنة الإجماع العقل لم يضفه لأن العقل هو تحريف لعنوان القياس حرفه محمد بن إدريس أول من صرح بأن العقل الذي هو القياس فعلا بأن العقل من مصادر التشريع هو ابن إدريس الحلي في مقدمة كتابه السرائر وقد مر هذا علينا ابن إدريس الحلي متوفى سنة خمسمية وثمانية وتسعين للهجرة بحدود معلوماتي فإنني لا أعرف أحدا قبله صرح بأن العقل من مصادر التشريع الذي كان معروفا قبل الطوس مصادر التشريع في الأجواء الشيعية الكتاب والسنة ويقصد بالسنة سنة محمد وآل محمد وبتعبير أدق الكتاب والعترة حديث العترة هذه مصادر التشريع عند الشيعة لكن علماء الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى بدأوا يدخلون قذارات نواصب سقيفة بن ساعدة بنحو تدريجي شيئا فشيئا إلى أن وقعت الطامة سنة أربعمية وثمانية وأربعين حيث أسس الطوسي اللعين المذهبة الطوسية الضال فأثبت الإجماعة مصدرا ثانثا من مصادر التشريع وذكر هذا بشكل واضح ونظر له بشكل واضح في كتابه العدة عدة الأصول عدة أصول الفقه للطوسي سأقرأ عليكم إذا ما سمح الوقت لا أدري هل سيخفي الوقت أو لا يكفي المطالب كثيرة ووفيرة الطوسي كيف ضحك علينا ضحك علينا بهذه الطريقة فقال إن الإجماعة مصدر من مصادر التشريع إذا ما أجمع علماء الشيعة فقهاء الشيعة إذا ما أجمع على شيء ليس واردا في الكتاب وليس واردا في الحديث هو إجماع سقيفة بني ساعدة إذا ما أجمع علماء الشيعة على شيء ليس واردا في الكتاب ولا في السنة في حديث العترة فإن إجماعهم حجة وسيكون مصدرا من مصادر التشريع ليش يا أبو الطواسيس ليش لماذا صار حجة أبو الطواسيس هالشكل يقول يقول لأن الإمام الحج صاحب الزمان داخل في هذا الإجماع من الذي قال لك بهذا عندك آية في القرآن يا أيها الطوسي الكذاب يا أيها الطوسي اللعين يا أيها الطوسي الزنديق عندك آية في الكتاب الكريم تقول من أن علماء الشيعة إذا أجمع على شيء ليس واردا في القرآن ولا واردا في حديث العترة فإن صاحب الزمان داخل معهم في هذا الإجماع عندك آية في ذلك يا أيها الكذاب يا أيها المبتدع يا أيها الزنديق عندك آية في ذلك لا توجد آية في ذلك عندك حديث عن العترة في ذلك لا يوجد حديث عن العترة في ذلك هل اتصل بك صاحب الزمان بطريقة خفية جلية هل وصل إليك شيء منه وقال لك بهذا لا يوجد لذلك أثر ولا توجد عين لهذا الموضوع إذن من أين جئتنا بضراطك هذا أيها الطوسي لأن الشافعي جعل الإجماعة من مصادر التشريع فإن الطوسي لأنه شافعي جعل الإجماعة من مصادر التشريع ولكنه دخل علينا بهذه الطريقة الملتوية ثم وقف مراجع النجفي صفوفا كالحمير خلف الطوسي ونحن وقفنا ديخيين خلف هؤلاء الحمير وبال حمار فبالت أحمرة وضرط حمار فضرط أحمرة وهكذا وصل إلينا ديننا الطوسي الضراطي القذر هذه هي الحقيقة كذبوني 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 قولوا من أن الذي ذكرته لست صحيحا في أي آية في أي رواية في أي توقيع من الناحية المقدسة من أن علماء الشيعة إذا ما أجمع على شيء ليس موجودا في الكتاب وليس موجودا في حديث العترة هذا يعني أن صاحب الزمان قد دخل معه ومن هنا فإن الإجماع سيكون حجة وصار مصدرا من مصادر التشريع لو سألت مراجع النجاف وقلت لهم لو أن علماء الشيعة أجمعوا على شيء موجود في القرآن قالوا لك هذا ليس من الإجماع الذي هو من مصادر التشريع هذا إجماع على آية فمصدر التشريع هنا الآية القرآن وكذلك لو أجمع على روايته إنما الإجماع الذي هو رأس بحاله عنوان برأسه أن يجمع علماء الشيعة فقهاء الشيعة على شيء ليس مذكورا لا في الكتاب ولا في حديث العترة فإن إجماعهم سيكون حجتان لماذا لأن صاحب الأمر قد دخل معهم هذا ضراط شيطاني من القول لكي يدخل إجماع سقيفة بني ساعدة الذي شرعوا به خلافة أبي باكر والتي قال عنها عمر بعد ذلك من أنها فتة لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل فجاءنا بهذا الإجماع الذي هو وسيلة بها هدم دين محمد وآل محمد ونقض عهد الغدير بهذا الإجماع فأدخله الطوسي مصدرا ثالثا من مصادر التشريع بهذه الطريقة التي ضحك بها على الشيعة من أنهم إذا اتفقوا إذا اتفق علماء الشيعة على شيء لا هو في الكتاب ولا هو في حديث العترة مع أن الأئمة قالوا لنا ما من شيء إلا وهو موجود في الكتاب وفي حديثهم هم أخبرونا بذلك أخبرونا من أن كل شيء نحتاجه موجود في الكتاب وفي حديثهم ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله أوصانا بالتمسك بالكتاب والعترة وقال لنا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا لم يشر إلى الإجماع الإجماع لا ذكر له في القرآن ولا ذكر له في حديث محمد وآل محمد بهذا المعنى الذي يتحدث عنه سقيفي بني ساعدة أو بالمعنى الذي يتحدث عن سقيفي بني طوسي الطوسي اللعين هذا الكذاب الزنديق جاءنا بذلك الإجماع الناصبي وزيفه بهذا الكلام من أن صاحب الأمر داخل في الإجماع وفقا لأي منظور بحسب أي دليل عندك آية الجواب كلا عندك رواية الجواب كلا وصلك شيء من صاحب الأمر بهذا الخصوص الجواب كلا هل العقل يحكم بذلك الجواب كلا من أين جئتنا بهذا الضلال يا أيها الكذاب الزنديق يا أيها الطوسي الفاجر يا أيها اللعين من أين جئتنا بهذا هذا هو المذهب الطوسي اللعين عرفتم الفارقة بين ديني العترة الطاهرة وبين المذهب الطوسي الوسخ تلاحظون أن كل شيء في المذهب الطوسي يخالف منهج العترة الطاهرة كل شيء في حوزة النجف يناقض قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم يناقض حديثهم المفهم بتفهمهم نذهب إلى فاصل بي 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 حسين شمت أرى الأم وت وس ويا ويا و صاحب ل يا بنمي الحال الأجل يا بنمي الحال الأجل بي لك وبين حال خود يا صف يا صف نت نا حال وعيد من ميشيات وودعتني ودعتني من مشيت ودعتني ومن بعد دمع الموادع ظلت عيوني على درباك وكنت ضنيا حسي ايام ترجاع وشاعل المهرك يا اخويا يسهل وقلبي تقطع طريتنا بالعاطفة وروحي لصبرها موالفة وبها الهموم مكلفة وسبح دلالي تقطع هكي خد قلبي وانطيني قلبك وانبقى بعدك يرعاني ربك هكي خد قلبي وانطيني قلبك وانبقى بعدك يرعاني ربك ويعريت يا ابن أم الحاجة فاكني بجيبيني بصوت الموت تنادي سأأخذ لكم لقطات من الكتب الدرسية في حوزة النجف من كتب علم أصول الفقه ماذا يقولون عن الإجماع؟ هذا أصول الفقه لإمحمد رضاء المظفر من الكتب الدرسية في حوزة النجف وهذا الكتاب يدرس في حوزة النجف إلى يومنا هذا أصول الفقه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان هذا المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين في الصفحة الخامسة والثمانين من الجزء الثاني وتحت عنوان الإجماع هكذا يقول محمد رضاء المظفر وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى هو أشار إلى تعريفه لا أريد أن أقرأ كل شيء الوقت الوقت لا يكفي وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون الأصوليون من علماء أصول الفقه وكذلك من علماء أصول الكلام قد جعله الأصوليون من أهل السنة أحد الأدلة الأربعة أو الثلاثة على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة الكتاب مصدر من مصادر التشريع السنة كذلك الإجماع أما الإمامية فقد جعلوه أيضاً إنهم الطوسيون الطوسيون اللعناء ومحمد رضا المظفر هو أحد أساتذة المذهب الطوسي اللعين أما الإمامية فقد جعلوه أيضاً أحد الأدلة على الحكم الشرعي ولكن من ناحية شكلية وإسمية فقط مجاراتاً للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين لماذا؟ لأن أصول الفقه عند الشيعة نسخة من أصول الفقه عند السنة أما الإمامية فقد جعلوه جعلوا الإجماع أيضاً أحد الأدلة على الحكم الشرعي ولكن من ناحية شكلية وإسمية فقط ماذا يقصد بهذا؟ باعتبار أن الطوسي هكذا أسس لهم من أن علماء الشيعة إذا ما أجمعوا على شيء لا هو في الكتاب ولا هو في السنة فإن صاحب الزمان قد دخل معهم ومن هنا فإن إجماعهم يكشف عن قول صاحب الزمان الذي لا ندري ماذا قال وماذا حدث هراء هراء في هراء أما الإمامية فقد جعلوه أيضاً أحد الأدلة على الحكم الشرعي ولكن من ناحية شكلية وإسمية فقط مجاراتاً للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين أي أنهم لا يعتبرونه دليلاً مستقلاً في مقابل الكتاب والسنة بل إنما يعتبرونه إذا كان كاشفاً عن السنة أي عن قول المعصوم كيف يكون كاشفاً عن قول المعصوم؟ باعتبار أن الطوسي هكذا ضحك علينا وهكذا ضرط في دين الشيعة من أن علماء الشيعة إذا ما أجمع على شيء لا هو في الكتاب ولا هو في حديث العترة هذا يعني أن الإمامة الحجة داخل معهم فالإجماع هنا يكشف عن قولي صاحب الزمان هذا هو الذي يتحدث عنه أي قول هذا الذي يكشف عنه هذا الإجماع؟ من أين جئتمونا بهذا الهراء؟ تلاحظون أن دينكم الذي تعتقدون به وتتمسكون به ليس له من دليل من العترة الطاهرة الدليل يأتون به من سقيفة بني ساعدة ثم يرقعون الأمر بهراء وخراء من عند عقولهم الخرئة يضحكون بهذا على أنفسهم ويضحكون به علينا هذه هي الكتب التي تدرس في حوزة النجاة وإلى هذا اليوم ويستمر في مثل هذا الكلام في الصفحة السابعة والثمانين إذن كيف اتخذ الأصوليون إجماع المسلمين بالخصوص حجة اتخذ الأصوليون من علماء أصول الفقه ومن علماء أصول الكلام وما الدليل لهم على ذلك؟ وللجواب عن هذا السؤال قال علينا أن نرجع القهقرة إلى أول إجماع اتخذ دليلاً في تاريخ المسلمين إنه الإجماع المدعى على بيعة أبي بكر إنه الإجماع المدعى على بيعة أبي بكر خليفة للمسلمين فإنه إذ وقعت البيعة له والمفروض أنه لا سند لها من طريق النص القرآني والسنة النبوية اضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق الإجماع فقالوا وقالوا إلى آخر كلامهم هذه القضية واضحة عند علماء الشيعة وقالوا بها ولكنهم يعملون بها بطريقة شيطانية قبيحة قذرة الطوسي جاءنا بهذا الهراء وبهذا الخراء من أن علماء الشيعة إذا ما أجمع على شيء لا هو في الكتاب ولا هو في حديث العترة مع أن العترة قالت لنا أن ما تحتاجونه موجود في الكتاب وفي حديثنا فما هو هذا الشيء الذي سيجمع عليه الطوسيون ليس موجودا في الكتاب وليس موجودا في حديث العترة وحينئذ سيكون إجماعهم كاشفا عن قول صاحب الزمان الذي دخل فيما بينهم وهم لا يعرفونه ما هذا الهراء ما هذا الضحك على العقول أية عقول حميرية تقبل هذا المنطق الإمام في زمان غيبة وليس عندنا من دليل لا من القرآن ولا من حديثهم ولا حتى العقل يقبل بذلك والأئمة أخبرونا من أن كل شيء نحتاجه فإنه موجود في الكتاب وحديث العترة غاية الأمر نحن بحاجة إلى ثقيه يعرف معارض كلامه لا كهؤلاء الثولان الذين يقال لهم المراجع العظام هؤلاء لا يفقهون معارض القرآن ولا يفقهون معارض حديث العترة كل شيء موجود في الكتاب وحديث العترة لكننا نحتاج إلى فقيه إلى راوية حديث يعرف معارض القرآن ومعارض حديث العترة وفي الوقت نفسه يكون مفهما هم أخبرونا عن ذلك الإمام الصادق هو الذي يقول أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من رواة الحديث هؤلاء حتى يكون محدثا فقيل له يا ابن رسول الله أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث عملية التفهيم تأتي من خارج هذا هو التزديد من قبل إمام زمانه أكان في زمان الحضور مثلما في زمان أئمتنا منذ أولهم إلى زمان إمامنا الحسن العسكري أو كان ذلك في زمان غيبة قائم آل محمد فإن التفهيم يأتي من قبلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه حقائق دين العترة الطاهرة أما باقي الكلام فإنه خراء مراجع النجف وكربلاء خراء المذهب الطوسي هذه الحقيقة المقشرة من الآخر هذا أصول الفقه للمظفر الكتاب الذي يدرس بعده في حوزة النجف فرائد الأصول المعروف بالرسائل برسائل الأنصاري هذا هو الجزء الأول من طبعة مجمع الفكر الإسلامي قموا المقدسة ألف أربعمية وتسعة عش هجري قمري وهذه هي الطبعة الأولى في الصفحة الرابعة والثمانين بعد المئة يقول من أن الإجماع الإجماع في مصطلح الخاصة الخاصة يعني الشيعة بل العامة العامة يعني المخالفين أن الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة وَمَّ الَّذِينَ هُمُ الْأَصْلُ لَهِ فالإجماع من أين جاءنا؟ جاءنا من العامة من سقيفة بني ساعدة هذه كتب حوزة النجف هذا كتاب الرسائل للشيخ الأعظم الأنصاري مرتضى الأنصاري أن الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين العامة الذين هُمُ الْأَصْلُ لَهُ وَهُوَ الْأَصْلُ لَهُمْ وَهُوَ الْأَصْلُ لَهُمْ كَيْفَ لأن أصلهم بدأ من خلافة أبي باكر وخلافة أبي باكر شرعنت بالإجماع فلماذا تأتوننا به وتجعلونه مصدراً من مصادر التشريع في ديننا؟ يا أيها الطوسيون اللعناء وما هذه الأكذوبة من أن صاحب الزمان داخل في الإجماع؟ ما هو دليلكم على ذلك؟ هل عندكم من آية؟ هل عندكم من رواية؟ هل عندكم من توقيع من الناحية المقدسة؟ يا أيها الكذابون إذا كان عندكم شيء من ذلك فأبرزوه لنا؟ في أي آية؟ في أي رواية؟ في أي توقيع؟ في أي حكم عقلي؟ من أن علماء الشيعة إذا ما اتفقوا على شيء لا هو في القرآن ولا في حديث العترة فإن صاحب الزمان داخل معهم؟ ما هذا الافتراء على الله ورسوله وآل رسوله؟ تعبثون بديننا وتضحكون علينا وتكذبون على إمام زماننا؟ ألا لعنة الله على دينكم؟ ألا لعنة الله على حوزتكم؟ ألا لعنة الله على مذهبكم الطوسي القذر؟ هذا هو الإجماع الذي يتحدثون عنه في حوزة النجر أن الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له من هناك جئنا بالإجماع وهو الأصل لهم لأنهم أجسسوا خلافتهم الأولى وفقا لهذه البدعة الوسخة ولم يكن هناك من إجماع من مراد من الإجماع؟ إجماع الصحابة علي بن أبي طالب ألم يكن من الصحابة؟ العباس بن عبد المطلب ألم يكن من الصحابة؟ سلمان المحمدي ألم يكن من الصحابة؟ المقداد بن الأسود ألم يكن من الصحابة؟ أبو ذر الغفاري ألم يكن من الصحابة؟ عمار بن ياسر ألم يكن من الصحابة؟ وأسماء أخرى لم يكنوا موافقين على بيعة أبي بكر واعترضوا عليه وناقشوه والحكاية معروفة لو لم تكن هذه حقيقة لماذا هجموا على دار فاطمة؟ لماذا أحرقوا بيتها؟ لماذا قتلوها؟ لماذا أسقطوا محسنها؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ وأنتم بعد ذلك تأتوننا بهذه القذارة كي تجعلوها مصدرا من مصادر ديننا إنكم حرفتم مصادر الدين مصادر الدين عند العترة قرآنهم المفسر بتفسيرهم بحسب بيعة الغدير وحديثهم المفهم بتفهيمهم بحسب بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي حينما أقول لكم من أن حوزة النجف ناقضة لبيعة الغدير في كل حرف من حروفها في كل كلمة من كلماتها في الرسائل العملية في الكتب التي يدرسونها في الكتب التي يؤلفونها في الفضائيات على المنابر كل دينهم قذارة في قذارة هذه هي الحقيقة عودوا إلى هذه الكتب وعودوا إلى هذه المصادر واتطلعوا بأنفسكم إلى آخر ما تحدث به في مرتضى الأنصاري في فرائد الأصول وبعد الفرائد إنهم يدرسون ويدرسون الكفاية كفاية الأصول لكاظم الخراساني الذي يعرف بالآخند بالآخند الخراساني الآخند يعني الأستاذ الحوزوي هذه تعليقة لروح الله الخميني على كفاية الأصول مرجع من مراجع الحوزة الطوسية يُعَلِّق على كفاية الأصول الطوسية أنوار الهداية الجزء الأول تأليف الإمام الخميني تحقيق مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قُم هذا هو الجزء الأول وهذه الطبعة الثانية ألف أربعمية وخمسطعش هجري قمري صفحة مئتين وثلاثة وخمسين تحت هذا العنوان مبحث في حجية الإجماع هكذا يقول الخميني معلقا على كفاية الأصول للآخند الخراساني الظاهر أن ننسلاك الإجماع في سلك الأدلة وعده في مقابلها إنما نشأ من العام وعده في مقابلها أن جُعل عنوانا برأسه فهناك الكتاب وهناك السنة وهناك الإجماع الظاهر أن ننسلاك الإجماع في سلك الأدلة وعده في مقابلها إنما نشأ من العامة من المخالفين وقد عرفوه بتعاريف فعن الغزالي إنه اتفاق أمة محمد على أمر من الأمور الدينية هذا تعريف الغزالي والذي نقله الخميني من المستصفى هذا هو المستصفى من مصادر في علمائنا في النجف وكربلة من مصادرهم في علم الأصول وعن الرازي الفخر الرازي إنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور وقد نقله الخميني من المحصول في علم الأصول هكذا جاء في الحاشية وهذه حاشية المحققين لكن المصادر الأصلية لهذه التعارف هي هذه الكتب التي أشرت إليها وعن الحاجب إلى آخر ما ذكره من كتب المخالفين التي تعد الأصل والمصدر الرئيس لموضوع الإجماع في الحقيقة علم الأصول الشيعي بكله مأخوذ من هناك لكنه قد زيّف تزييفاً مثلما زيّف الطوسي اللعين مسألة الإجماع جاء بها من النواصب من سقيفة بني ساعدة وأقحم فيها إمام زماننا فقال من أن إمام زماننا داخل فيما بين علماء الشيعة كيف تشخصونه كيف تعرفون ذلك لا يوجد دليل لا يوجد دليل على تشخيص دخوله ولا يوجد دليل على أصل الفكرة من الأساس كذب في كذب ودجل في دجل هكذا يضحكون عليكم يأتونكم بدين النواصب ويستنبطون لكم ديناً وفقاً لمنهج النواصب ويقولون لكم هذا دين العترة وحينما نعرض لكم دين العترة يقولون لكم السستانيون وحزب الدعوة وأمثالهم من أن الدين الذي يقدمه لكم الغزي هو دين الماسونيين والدين الذي عندهم هو دين العترة وهذه الحقائق بين أيديكم وهذه المصادر موجودة متوفرة في المكتبات وعلى الشبكة العنكبوتية راجعوها بأنفسكم واكتشفوا الضلال الذي أنتم فيه وكيف أركسوكم في قذارات النواصب نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي الرسالة للشافعي وهو أول كتاب ألف في علم أصول الفقه عند المخالفين أما عندنا فأول كتاب ألف في علم أصول الفقه هو هذا العدة عدة أصول الفقه للطوسي الشافعي الشافعي توفي سنة 204 للهجرة الطوسي توفي سنة 460 للهجرة هذه الطبعة طبعة دار العقيدة تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة الأولى 2009 ميلادي الإسكندرية مصر صفحة أثلاثمية وسبعة وستين وتحت هذا العنوان باب الإجماع أقرأ بعضا مما جاء فيه في صفحة أثلاثمية أو تسعة وستين مما يورده من الأحاديث بهذا الشأن الشافعي أن عمر ابن الخطاب خطب الناس بالجابية الجابية منطقة في الشام أن عمر ابن الخطاب خطب الناس بالجابية حينما توجه إلى فلسطين فقال إن رسول الله قام لله فينا كما قامي فيكم فقال أكرم أصحابي ثم الذين يلونهم يلونهم يعني الجيل الذي يأتي من بعدهم فقال أكرم أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى أن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا فمن سره بحبحة الجنة فل يلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ مع الفذ مع الواحد فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعث ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن حديث فيه ما فيه من التخبط لكنني أقرأ أقرأوا مثالاً وأنموذجاً من الذي بنى عليه الشافعي في كتابه هذا يمكنكم أن تعودوا إلى الكتاب هذا كي تطالعوا على ما قاله الشافعي في الإجماع وهو الأصل بالنسبة لنا لأن الطوسية شافعي وأخذ أصول الفقه من الشوافع وهذا هو إمامنا الحقيقي إنه الشافعي هذا إمامنا الحقيقي في أصول الفقه مثلما بيّنت لكم من أن محمد ابن علي ابن الطيب الذي يعرف بأب الحسين البصري هو إمامنا في العقائد إمامكم أنتم في التوحيد هو أبو الحسين البصري المعتزلي وقد قرأت ذلك عليكم من كتب دراسة العقائد في حوزة النجف والتي تدرس إلى هذه اللحظة وقرأت عليكم فتاوى الخوئي والسيستاني في أنهم يرجعونكم في العقائد إلى هذه الكتب وشرحت لكم ذلك واضحا حينما أقول لكم من أنكم لستم شيعة هذه هي الحقائق وبإمكاني أن أستمر في هذا إلى سنين أعتيكم بكتب الشيعة وبكتب النواصب وأثبت لكم من أن كل الذي عندكم لا علاقة له بدين العترة الطاهرة افتهمتوا لو ما افتهمتوا شي فاهمكم ما تقلوا لي شي فاهمكم هذه الرسالة أول كتاب في علم أصول الفقه ألفه الشافعي المتوفى سنة 204 وهذا المستصفى من علم الأصول للغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة كان معاصرا للطوسي هذه طبعة المكتبة التوفيقية القاهرة مصر صفحة ميتين و أربعة و خمسين أقرأ بعضا مما جاء في هذا الكتاب وهذا إمام من أئمة الشوافع إنه أبو حامد الغزالي الذي يلقب عندهم بحجة الإسلام يتحدث عن الإجماع ثم يدخل في هذا المطلب في مطلب إقامة الأدلة على أصل الإجماع وهو إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمة الأمة إذا ما اجتمعت ما المراد من الأمة؟ المراد من الأمة كل المسلمين المراد من الأمة أهل الحل والعاقد المراد من الأمة العلماء فقط هذا كلام ليس له من رأس و ليس له من ذيل لكن الضلال هكذا يكون وهو إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمة ولكم مناعي الوالدين أنتم معصوم واحد ما قبلت بي الآن يتحدثون عن عصمة الأمة هكذا يقول تظاهرت الرواية عن رسول الله بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة لا تجتمع أمة على الضلالة يقول تظاهرت تظاهرت تكاثرت تظاهرت الرواية عن رسول الله بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في أي شيء في عصمة هذه الأمة من الخطأ إذا ما اجتمعت هم لم يقبلوا بعصمة علي بن أبي طالب بعد رسول الله وإذا بهم يؤسسون تأسيسا لعصمة الأمة كلها هذا هذا هو الإجماع الإجماع معناه من أن الأمة إذا ما اجتمعت فإنها ستكون معصومة لا تجتمع أمة على الخطأ لا تجتمع أمة على الضلالة تظاهرت الرواية عن رسول الله بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ هناك كلام كثير كان في نية أن أقرأه وأن أعلق عليه لكنني أرى الوقت يجري سريعا أعطيتكم صورة إجمالية عن الموضوع لا أريد أن أطيل الكلام في الموضوع إنما ألخصه لكم أريد أن أخبركم من أن مذهبكم لا علاقة له بدين العترة الطاهرة هذه جذور المذهب الطوسي وهذه أصول حوزة النجف مراجع النجف مراجع النجف أسلافهم الحقيقيون هؤلاء والمذهب الطوسي مذهب كالمذاهب الأربعة لا علاقة له بدين العترة الطاهرة هذه الحقائق أعرضها بين أيديكم أذهب إلى كتاب العدة العدة في أصول الفقه للطوسي اللعين هذا هو الجزء الثاني هذه الطبعة بتحقيق محمد رضا الأنصاري القمي صفحة ستمية واحد فصل في ذكر اختلاف الناس في الإجماع هل هو دليل أم لا ذهب المتكلمون بأجمعهم المتكلمون علماء علم الكلام الذي هو علم أصول الدين علم العقائد ذهب المتكلمون بأجمعهم والفقهاء بأسرهم على اختلاف مذاهبهم إلى أن الإجماع حج على اختلاف مذاهبهم أحد هذه المذاهب المذهب الطوسي كذبا يقولون عن مذهب أهل البيت فأهل البيت لا مذهب عندهم أهل البيت هم أهل الدين وهذا البيت هو بيت الدين ما هو ببيت المذاهب هذا بيت الدين بيت الإيمان بيت الحقيقة إنه بيت الله وبيت آل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ذهب المتكلمون بأجمعهم والفقهاء بأسرهم على اختلاف مذاهبهم إلى أن الإجماع حج مثلما القرآن حج السنة حج الإجماع حج وهو لا علاقة له لا بالقرآن ولا بالسنة الأمة السنية أجمعت على شيء الأمة الشيعية الطوسية أجمعت على شيء إجماع الأمة السنية هو حجة قائمة بذاتها إجماع الأمة الشيعية الطوسية يكون حجة إذا دخل صاحب الزمان في ذلك الإجماع ما الدليل على دخوله؟ لا يوجد دليل كيف نعلم أنه قد دخل في الإجماع؟ لا يوجد طريق ما هذا الضراط يا أيها الطوسي؟ الطوسي يريد أن يجعل ديننا كدين النواصب كدين الشوافع ولكنه يحتال علينا بهذه الطريقة الوسخة ألا لعنة الله على دينه ألا لعنة الله على مذهبه القدر ذهب المتكلمون بأجمعهم والفقهاء بأسرهم على اختلاف مذاهبهم إلى أن الإجماع حجة وحكي عن النظام وجعفر بن حارب وجعفر بن مبشر أنهم قالوا الإجماع ليس بحجة واختلف من قال إنه حجة الأسماء التي ذكرت هي من المحتزلة ومن سائر الفرق الأخرى إلى أن يقول يعدد الأقوال إلى أن يقول والذي نذهب إليه الذي يذهب إليه الطوسي والذي نذهب إليه أن الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطأ هذا هو كلام نواصب سقيفة بني ساعد وأنما يجمع عليه لا يكون إلا حج لأن عندنا هنا يبدأ العمل الإبليسي لأن عندنا أنه لا يخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ للشر يكون قوله حجة يجب الرجوع إليه كما يجب الرجوع إلى قول الرسول عليه السلام إلى قول الرسول عليه السلام هذه طريقة شافعية هذا سلام أبتر هكذا يكتب الطوسي لأنه شافعي لأنه شافعي كما يجب الرجوع إلى قول الرسول عليه السلام وقد دللنا على ذلك في كتابنا تلخيص الشافي واستوفينا كلما يسأل عن ذلك من الأسئلة وإذا ثبت ذلك فمتى أجمعت الأمة على قول فلابد من كونها حجة لماذا؟ لدخول الإمام المعصوم في جملتها في جملة هذه الأمة ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل من أنه في كل زمان يوجد إمام معصوم وما علاقة هذا بهذا؟ هذا منطق الحمير هذا منطق الحمير بشكل رسمي واضح ما علاقة أن في كل زمان هناك إمام من أن علماء الشيعة إذا ما أجمعوا على شيء فهذا يعني أن الإمام الحجة سيكون معه ما علاقة هذا بهذا؟ حينما أقول لكم هذا مودي هذه جودلية الطوسي هذه جودلية هذا مودي هذه مخرأة هذه مضرطة من المضاريط العظام هذه مضرطة من مضاريط العظام منها أولا ما هذا هو دينكم؟ هذا دين مزبلة دين مزبلة نذهب إلى فاصل صار واضحا لديكم معنى الإجماع ومن أين جاءنا وكيف دخل علينا سقيفيو بني ساعدة أسسوا ما أسسوا لأجل تبرير نقضهم لبيعة الغدير وتنصيب أبي بكر خليفة ولا أريد أن أخوض في تفاصيل هذا الموضوع الحلقة ليست مخصصة للخوض في هذا الموضوع لكنهم جعلوا الكثرة دليلا لا يوجد إجماع حقيقي في تنصيب أبي بكر خليفة الصحابة لم يكنوا قد اتفقوا على ذلك هناك جمع كثير فاتخذوا من الكثرة دليلا وحجة وهذا منطق يرفضه القرآن رفضا قاطعا والحال هو هو اتخذه الطوسي بحسب مذهبه اللعين القذر استخرجت لكم الآيات من الكتاب الكريم سأمر عليها أتمنى عليكم أن تصبروا علي وأن تتابعوا معي وأن تتدبروا كيف أن القرآن يذم الكثرة بأسلوب عجيب يذم الكثرة في كل الناس ويذم الكثرة في هذه الأمة في أمة محمد صلى الله عليه وآله إن كان هناك شيء يقال له أمة محمد صلى الله عليه وآله يذم الكثرة في اليهود وفي النصار وفي سائر الأمم في الأمم الماضية في كل أنواع البشر في سورة البقرة في الآية المئة بحسب ترتيب المصحف من دون أن أقول من بعد البسملة طلباً للإختصار في الآية المئة بل أكثرهم لا يؤمنون في اليهود آية 243 ولكن أكثر الناس لا يشكرون آل عمران آية 110 وأكثرهم الفاسقون عن أهل الكتاب في المائدة تسعة وخمسين وأن أكثركم فاسقون عن أهل الكتاب آية 103 وأكثرهم لا يعقلون الذين كفروا في الأنعام آية 37 ولكن أكثرهم لا يعلمون العرب عموماً وقريش خصوصاً آية 111 ولكن أكثرهم يجهلون الأمة التي بعث فيها النبي النبي صلى الله عليه وآله آية 116 وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الأعراف وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الأعراف آية 17 ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا وصف إبليس وهو يخاطب الله حيث يصف أبناء آدم بني آدم ولا تجد أكثرهم شاكرين آية 102 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين في الأمم الماضية التي جرى ما جرى عليها وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 131 لا زلنا في سورة الأعراف ولكن أكثرهم لا يعلمون فرعاون وقومه 187 من الأعراف أيضا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الأنفال آية 24 ولكن أكثرهم لا يعلمون أمة النبي صلى الله عليه وآله التوبة الآية الثامنة وأكثرهم فاسقون المشركون بشكل عام والأمة بشكل خاص يونس آية 36 وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا أمة النبي آية 55 ولكن أكثرهم لا يعلمون عموم الناس آية 60 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون هود آية 17 ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة يوسف آية 21 ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية 38 ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذا كلام يوسف مع السجناء الذين كانوا معه في الحبس آية 40 ولكن أكثر الناس لا يعلمون كلام يوسف مع السجناء آية 68 ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية 103 وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين آية 106 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هذا عن المؤمنين الذين يعلنون إيمانهم ويظهرون إيمانهم بالله فإن أكثرهم مشركون الطوسيون مصداق واضح من مصاديق هذه الآية يظهرون الإيمان لكنهم يتمسكون بالتوحيد المعتزلي وهو شرك بحسب أئمتنا صلوات الله عليهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سورة الرعب الآية الأولى والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة النحل آية 38 ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية 75 الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الحديث عن الناس عموما وعن أمة النبي خصوصا آية 83 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون هؤلاء الكافرون ببيعة الغدير ونعمة الله هي النعمة العظمى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون آية 101 لازلنا في سورة النحل بل أكثرهم لا يعلمون الناس بشكل عام وأمة النبي بشكل خاص سورة الإسراء آية 89 ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا سورة الأنبياء آية 24 بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون سورة المؤمنون آية 70 بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون سورة الفرقان آية 44 أربعين أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا آية 50 فأبى أكثر الناس إلا كفورا سورة الشعراء آية 8 وما كان أكثرهم مؤمنين الحديث عن أمة النبي صلى الله عليه وآله وما كان أكثرهم مؤمنين آية 67 وما كان أكثرهم مؤمنين فرعون وقومه آية 103 وما كان أكثرهم مؤمنين عموم الناس آية 121 وما كان أكثرهم مؤمنين قوم نوح آية 139 وما كان أكثرهم مؤمنين قومهود آية 158 وما كان أكثرهم مؤمنين قوم صالح آية 174 وما كان أكثرهم مؤمنين قوم لوط آية 190 وما كان أكثرهم مؤمنين قوم شعيف آية 223 يلقون السمعة وأكثرهم كاذبون عن هذه الأمة يلقون السمعة وأكثرهم كاذبون سورة النمل آية 61 بل أكثرهم لا يعلمون عن هذه الأمة آية 73 إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون القصص سورة القصص آية 13 ولكن أكثرهم لا يعلمون عن عامة الناس آية 57 ولكن أكثرهم لا يعلمون عن هذه الأمة بحسب سياق الآيات إنني أشخص الجهة التي تتحدث الآيات عنها العنكبوت سورة العنكبوت آية 63 الآية الآية الثالثة والستون من من سورة العنكبوت بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون الحديث عن هذه الأمة سورة الروم الآية السادسة وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية ثلاثين ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية ثنين وأربعين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين لقمان سورة لقمان الآية الخامسة والعشرون قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون سورة سبا آية ثمانية وعشرين وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية ستة وثلاثين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية واحد وأربعين بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ياسين سورة ياسين الآية السابعة لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون الحديث عن هذه الأمة سورة الصافات الآيات من تسعة وستين إلى واحد وسبعين إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين الحديث عن هذه الأمة سورة الزمر آية تسعة وعشرين ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هذا أمير المؤمنين إنه الرجل السلم لرسول الله ورجلاً سلماً لرجل بحسب تفسيرهم لقرآنهم هذه الآية من الآيات المهمة جداً التي تحدثنا عن السالمية والتسليم لمحمد وآل محمد ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون هم أعداء من هم الشركاء المتشاكسون فيهم شياطين الجن وشياطين الأنس وأهواؤهم ومصالحهم الشخصية بينما علي كان رجلاً سلماً لرسول الله كان مسلماً وسالماً له بعقله وقلبه وبكله مثل ما كان يقول أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون في هذه الأمة الآية تسعة واربعين ولكن أكثرهم لا يعلمون في هذه الأمة سورة غافر آية سبعة وخمسين لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية تسعة وخمسين إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون آية واحد وستين من سورة غافر إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون سورة فصلت آية ثلاثة وأربعة كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون سورة الزخرف آية سبعة وسبعين وثمانية وسبعين ونادوا يا مالك أهل النيران ونادوا يا مالك مالك خازن النيران ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون هنا الحديث عن الجن والإنس الذين هم في النار مخلدون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون سورة الدخان آية تسعة وثلاثين ولكن أكثرهم لا يعلمون عن عموم الناس سورة الجاثية آية ستة وعشرين ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة الحجرات الآية الرابعة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الصحابة أكثر الصحابة لا يعقلون فأيه جماع هذه الآية الرابعة من سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هؤلاء هم الصحابة أكثرهم لا يعقلون سورة الطور آية سبعة وأربعين ولكن أكثرهم لا يعلمون الحديث عن الناس عموما وعن الظالمين خصوصا 33 سورة من سور القرآن 68 آية من آيات الكتاب الكريم تصرح بشكل واضح من أن الأكثر من الناس الأكثر من هذه الأمة من أن الأكثر من الأمم الماضية من أن الأكثر من أهل الكتاب من أن الأكثر من اليهود من أن الأكثر من الصحابة لا يعقلون لا يعلمون لا يشكرون لا قيمة له هذه الآية الرابعة من سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات من هم أؤلاء الصحابة أكثرهم لا يعقلون أهل البيت ليسوا داخلين في هذه الآية هؤلاء هم الصحابة الصحابة فقط أهل البيت لا يفعلون هذا لا يستطيع أحد أن يدعي أن أحدا من أهل البيت كان يفعل هذا مع رسول الله هؤلاء هم الصحابة و سورة الحجرات آياتها بحسب صحيح البخاري الروايات في صحيح البخاري في أبي بكر و عمر كاد الخيران أن يهلك من هما؟ من هما؟ أبو بكر و عمر روايات البخاري إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إذا كان أكثر الصحابة لا يعقلون فكيف يكون إجماعهم حجتا؟ و كيف تكون هذه الأمة معصومة حينما تجمع على شيء وأكثر الصحابة فيها لا يعقلون بوصف القرآن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات حتى إذا أراد قائل يقول من أن الأكثر هنا في الذين ينادون من وراء الحجرات و هذا كان يفعله أكثر الصحابة يعني أن جمعا كثيرا من الصحابة الله الذي يصفهم لست أنا من أنهم لا يعقلوا والذي لا يعقلوا لا دين له من لا عقل له لا دين له ومن لا دين له لا عقل له هذا منطق محمد و آل محمد أنا لا أريد أن أحتج عليهم بكلام طويل لن أحتج عليهم ببيعة الغدير ولن أحتج عليهم بحديث الثقلين لأن حديث الثقلين هكذا يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي هذا يعني أن الأمة ستتعرض للضلال إذا لم تتمسك بالثقلين وحديث الثقلين صحيح عند المخالفين و أنا لا أريد أن أناقش المخالفين في هذا البرنامج إنما أبين لكم أنتم 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 الذين تبحثون عن دين العترة الطاهرة أريد أن أبين لكم من أن أصول دينكم أتحدث عن الدين الطوسي القذر النجس قد أخذت من نواصب سقيفة بني ساعد هذا الحديث من أن أمة لا تجتمع على ضلالة موجود في كتبنا أنا لا أنكره لكن الأمة لا تجتمع على ضلالة بوجود العاصم لها العاصم هو الإمام المعصوم العاصم الكتاب والعترة النبي هكذا قال لنا ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعد أبدا فهذا يعني أن الأمة ستتعرض للضلالة إذا لم تتمسك بالكتاب والعترة بيعة الغدير واضحة اللهم والي من والاه وعادي من عاده إذن هناك من يعادي عليا الذين يوالون عليا إذا اجتمعوا تحت لوائه فإنهم لا يجتمعون على ضلالة الذين يجتمعون وهم متمسكون بالكتاب والعترة فإنهم لا يجتمعون على ضلالة لابد من وجود عاصم لن أحتج على النواصب بحديث الغدير ولن أحتج عليهم بحديث الثقلين سأحتج عليهم بحديث رزية الخميس حديث معروف في كتبه وأنا أقرأ من صحيح البخاري هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى ألفين وأربع ميلادي البخاري متوفى سنة 256 للهجرة في الصفحة الرابعة والثلاثين في كتاب العلم رقم الحديث 114 من باب كتابة العلم إنه الباب الأربعون بسنده بسند البخاري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة البتراء هم الذين يصلونها لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده هذا كتاب عاص يعني أن الأمة بحاجة إلى عاص فكيف تكون معصومة من دون عاص قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط طردهم النبي قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه هذه هي رزية الخميس هؤلاء الذين منعوا رسول الله أن يكتب لهم كتابا عاصما كيف إذا اجتمعوا يكون اجتماعهم محصوما من يهن هذا من فوق من جو يسعلوهم 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 يسعلو النواصب الذين هم أصل ديننا سعلوهم كيف يجتمع الصحابة ويكون اجتماعهم معصوما ويكون اجماعهم حجة ومصدرا من مصادر التشريع رسول الله قال لهم أريد أن أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعد رفضوا ذلك وعمر قال إن النبي يهجر يهدي هذا محمد يهدي هذه قولة عمر لا جان لي بما يريده البخاري البخاري مدلس والعديد من علماء السنة يقولون عن البخاري بأنه مدلس فهؤلاء كيف يكون اجماعهم حجة النبي طردهم طردهم خوموا عني النبي بعد ذلك بحسب رواياتنا كتب الكتاب لكنه سيبقى وثيقة محفوظة إلى زمن الظهور كي يعرض من ضمن وثائق الجريمة الإمام لماذا سينبش قبورهم ليس انتقاما إنها عملية توثيق للجريمة بوثائقها الأصلية في رواياتنا حتى الحطب الذي جمع على بيت فاطمة محترق منه والذي لم يحترق الآثار الباقية محفوظ عند الحجة بن الحسن لأن الإمام سيفتح محكمة عالمية وسيرجع الأموات لكي يعرف الناس الحقيقة من جملة الوثائق هذا الكتاب كتبه رسول الله لما طردهم من الذي بقي في البيت بحسب رواياتنا والرواية موجودة في كتاب سليم بن قيس في بعض نسخه ليس في كل النسخ في بعض نسخه في كتاب سليم بن قيس لما طردهم رسول الله طرد هؤلاء الذين يقال لهم صحابة لما طردهم رسول الله من الذي بقي في البيت بقي سلمان والمقدان وأبو ذار فأرادوا أن يخرجوا بعد ذلك لأجل أن يختلي رسول الله بأهل بيته بعلي وفاطمة والحسن والحسين لما أراد سلمان أن يقوم وأشار إلى صاحبيه أن يقوم مع أمير المؤمنين أمرهم بالجلوس رسول الله أحضر له أمير المؤمنين الكتف الكتاب فأملى عليه أسماء الأئمة وذكر وصف المهدي وشؤونه ثم أشهد الثلاثة على هذا الكتاب أي وضعوا إمضاءهم توقيعهم على الكتاب سلمان والمقداد وأبو ذار الكتاب أملاه الرسول على أمير المؤمنين كتبه الأمير وشهد عليه سلمان والمقداد وأبو ذار النبي قال لسلمان والمقداد وأبي ذار كنت قاصدا أن يكتب هذا الكتاب بحضور أولئك وأن يشهد عليه وبعد ذلك أخرج إلى الناس وأجمع المسلمين جميعا وأقرأ الكتاب عليهم وأشهدهم عليهم هذه وثيقة ستبقى عاصمة للأمة من ضلالها هذا هو الذي جرى لكن هؤلاء عمر وأمثال عمر هم الذين منعوا رسول الله وهذه عقوبة للأمة التي اعتقدت بهؤلاء فأقول للنواصب أي إجماع هذا يكون عاصما للأمة النبي أراد أن يترك كتابا عاصما وهؤلاء الصحابة منعوه الذين منعوا النبي من كتابة كتاب عاصما للأمة كيف يكون اجتماعهم عاصما للأمة وكيف يكون اجماعهم حجة ما هذا الهراء هذا حديث رزية الخميس يقضي على حجة اجماعكم وهذا الحديث كرره البخاري في كتابه عدة مرات وهذا هو شأن البخاري الأحاديث المهمة يكررها في العديد من أبواب كتابه رقم الحديث هنا في صفحة 34 114 لكنه كرره برقم 3,053 3,168 4,431 4,432 5,669 5,669 7,366 في كل هذه المواطن تكرر وفي بعض النسخ فقالوا هجر رسول الله لم يشر إلى اسم عمر ولكنه ذكر الكلمة وكلمة عمر في أصلها إن الرجل يشير إلى رسول الله إن الرجل لا يهجر هذا هو أصل الكلمة موجودة في كتب التعريخ والسيار في كتبهم وفي كتبنا نذهب إلى فاصل في كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 هجري قمري هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 597 وتحت عنوان احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر ب43 خصلة إنه الحديث الثلاثون الحديث طويل أأخذ منه موطن الحاجة صفحة 598 أبو بكر يقول لأمير المؤمنين من أنه لم يكن طامعا في الخلافة ولا حريصا على هذا الأمر إلى أن قال له أمير المؤمنين فما حملك عليه إذا لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به وبما يحتاج منك فيه فقال أبو بكر حديث سمعته من رسول الله إن الله لا يجمع أمتي على ضلال ولما رأيت اجتماعهم اتبعت حديث النبي وأحلت أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى أحلت أي اعتقدتم من أنه من المستحيل أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى باعتباري أن النبي هكذا قال إن الله لا يجمع أمتي على ضلال وأحلت أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى وأعطيتهم قود الإجابة يعني سلمت لهم ولو علمت أن أحدا يتخلف لم تنعت فقال أمير المؤمنين أما ما ذكرت من حديث النبي إن الله لا يجمع أمتي على ضلال أفكنت من الأمة أم لم أكن يتحدث عن نفسه أمير المؤمنين أفكنت من الأمة أو لم أكن قال بلى قال وكذلك العصابة الممتنعة عليك من سلمان وعمار وأبي ذار والمقداد وابن عبادة ابن عبادة هو سعد ابن عبادة من شيوخ الأنصار وابن عبادة ومن معه من الأنصار قال أبو بكر كل من الأمة فقال علي فكيف تحتجوا بحديث النبي وأمثال هؤلاء قد تخلفوا عنك وليس للأمة فيهم طعم ولا في صحبة الرسول ونصيحته منهم تقصير الحديث طويل مقصد أن الحديث ذكره أبو بكر بمحضر أمير المؤمنين أمير المؤمنين لم ينكر الحديث وإنما ناقشه فيه قد يقول قائل من أن الأمير ناقشه موافقا من جهة باب الجدل لكن الحديث أيضا ورد عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه هذه الرواية التي ذكرها الصدوق في الخصال ذكرها الشيخ الطابرسي في الاحتجاج بحسب طبعة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 115 في تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمين بيروت لبنان في رسالة من إمامنا الهادي صلوات الله عليه رسالته في الرد على أهل الجبر والتفويض وإثبات العدل والمنزلة بين المنزلتين يذكر في الرسالة ما جاء عن رسول الله لا تجتمع أمتي على ضلالة وحينما يستمر في الحديث فإنه يشير مباشرة بعد ذكر هذا الحديث والتعليق عليه يذكر حديث الثقلين إني مخلف فيكم الثقلين عن رسول الله صلى الله عليه وآله كتاب الله وعطرة أهل بيتي لن تضل ما تمسكتم بهما وإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض والإمام يتحدث عن أن عاصم الأمة في اجتماعها هو هذا أمة النبي لا تجتمع على ضلالة مع وجود عاصم لها العاصم ليس موجودا في الصحابة الصحابة طردهم رسول الله بحسب حديث رزية الخميس أراد أن يترك كتابا عاصما للأمة وهم رفضوا عمر استهزع برسول الله قال إن الرجل ليهجر إن الرجل ليهذي فطردهم رسول الله فكيف يكون إجماع هؤلاء حجة أي هراء هذا أي منطق هذا العاصم الذي يعصم الأمة هو ذلك الذي تحدثت سورة المائدة عن في يوم بيعته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين بعلي هذا هو العاصم الذي يعصم الأمة وحينما تجتمع الأمة تحت لوائه فإن الأمة ستكون معصومة في إجماعها لا في نفسها ستكون معصومة في إجماعها لأنها اجتمعت تحت رايته لأنها اجتمعت في ولايته هذا هو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وآله من أن الأمة لا تجتمع على ضلالة لو كانت الأمة قد اجتمعت في بيعة أبي بكر فلماذا عمر بعد ذلك يقول من أنها فلتة وقال الله المسلمين شرها فأي إجماع هذا وأية بيعة هذه وأية عصمة لهذه الأمة المخذولة الملعونة التي ارتدت عن دينها ولم يبقى على الدين إلا هؤلاء الثلاثة الذين أشهدهم رسول الله على الكتاب كما في أحاديثنا في أحاديث العترة الطاهرة الحقائق عند العترة الطاهرة فقال أما هذا الهزال فهو في سقيفة بني ساعد وفي سقيفة بني طوس ويا أيها الشيعة يا أيها الشيعة افتهمت لو ما افتهمت موضوع الإجماع موضوع واسع وأنا لا أريد أن أتناول جميع جهاته وجميع ما استدلوا به من الآيات والأحاديث هذا موضوع مفصل لكنني ذكرت لكم أهم النقاط التي بني عليها هذا الإجماع حدثتكم عن روحه عن كينونته إن كان ذلك عند سقيفة بني ساعد أو كان ذلك عند سقيفة بني طوس ألا لعنة الله على السقيفتين نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته وعن فائد الحناق قال قلت لأب الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه إنهم يأتون قبر الحسين بالنوائح والطعام قال قد سمعت قال قال فقال يا فائد من أتى قبر الحسين بن علي عارفا بحقه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخى وعن محمد ابن أبي جرير القمي قال سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول لأبي من زار الحسين بن علي عارفا بحقه كان من محدثي الله فوق عرشه ثم قرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتد الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المائة بعد البسملة من سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنن وساءت مصيرا هذه الآية استدل بها الشافعي وغيره على حجية إجماع الأمة والآية أجنبية عن الموضوع بإجمالها وتفصيلها هكذا استدلوا بها الذين استدلوا بالآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنن يقولون هذا يعني أن سبيل المؤمنين كسبيل رسول الله فهو سبيل معصوم فإذا ما أجمع المؤمنون هذا يعني أن إجماعهم سيكون معصوما سيكون صحيحا الآية لا تتحدث عن هذا أبدا الآية واضحة تتحدث عن زمان رسول الله فرسول الله موجود بينه سبيل المؤمنين يكون مع رسول الله ومن يشاقق الرسول يشاقق هذا الفعل لا يدل على شخص يقوم بأمر والرسول ليس موجودا ومن يشاقق الرسول الكلام واضح رسول الله موجود وهناك من يشاققه يشاققه يخالفه يعانده ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اهتدى صار مسلما صار مؤمنا وبعد ذلك أخذ يعاند رسول الله رسول الله موجود فهذا المعاند قد اتبع طريقا ما هو بطريق المؤمنين برسول الله الذين يجتمعون تحت رايته في ولايته في طاعته الآية واضحة واضحة جدا لكنهم يتخبطون يبحثون عن اي شيء لإقامة دليل على هرائهم وضلالهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره أقرأ عليكم رواية في سياق هذه الآية من تفسير العياشي من الجزء الأول وتفسير العياشي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلمي صفحة 302 رقم الحديث 271 الرواية مروية عن أحدهما إما عن الباقر أو عن الصادق صلوات الله عليهما لما كان أمير المؤمنين في الكوفة أتاه الناس فقالوا اجعل لنا إماما يأمنا في شهر رمضان إنها بدعة عمر صلاة التراويح اجعل لنا إماما يأمنا في شهر رمضان فقال لا ونهاهم أن يجتمعوا فيه نهاهم أن يصلوا جماعة هذه بدعة عمر هذا عبث من عبث الخليفة عمر في دين الله فقال لا ونهاهم أن يجتمعوا فيه فلما أمسوا عند المساء هم قد اعتادوا على هذا جعلوا يقولون أبكوا في رمضان ورمضانا وفي روايات أخرى وسنة عمر أخذوا ينادون فأتاه الحارث الأعوى هذا من خواص أمير المؤمنين الحارث الهمداني أصيبت عينه في صفين فلقب بالأعوار فأتاه الحارث الأعوار في أناس فقال يا أمير المؤمنين ضج الناس وكرهوا قولك فقال عند ذلك دعوهم وما يريدون ليصلي بهم من شاء ثم قال لأن الواقعة مصداق ثم قال قارئا هذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى هذه مشاققة لأمير المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين مع عليين أن تكون الصلاة من دون بدعة عمار عمار هو الذي ابتدع هذه البدعة هذا الكلام في صحيح البخاري من الطبعة نفسها صفحة 347 كتاب صلاة التراويح الباب الأول باب فضلي من قام رمضان حديث 2010 بسنده بسند البخاري عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال خرشت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرحب يصلي بصلاته ما كان يصلون جماعة وإنما لأنهم لا يحفظون القرآن فيقرؤون كما يقرأ ذلك القارئ ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل أمثل يعني أفضل أحسن ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعر ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه هذه بدعة عمر قرأت عليكم ذلك من صحيح البخاري أمير المؤمنين منعهم أتاه الناس فقالوا اجعل لنا إماما يأمنا في شهر رمضان فقال لا ونهاهم أن يجتمعوا فيه أن يصلوا جماعة فلما أمسوا جعلوا يقولون أبكوا في رمضان ورمضانا فأتاه الحارث الأعور في أناس فقال يا أمير المؤمنين ضج الناس وكرهوا قولك فقال عند ذلك دعوهم وما يريدون ليصلي بهم من شاء ثم قال فمن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا مصداق يقرره أمير المؤمنين لهذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أمير المؤمنين لم يقرأ صدر الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى لأن رسول الله لم يكن حيا هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله الآية هذا سياقها الآية تتناسق مع آية أخرى هي الآية الثالثة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وصاكم به رسول الله وصية رسول الله هي وصية الله وصاكم به سبحانه وتعالى ووصاكم به رسول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه الرواية في تفسير العياشي في الصفحة 413 رقم الحديث 124 عن بريد العجلي عن إمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال أتدري ما يعني بصراطي مستقيما قلت قلت قال ولاية علي والأوصياء قال وتدري ما يعني فاتبعوه قال قلت لا قال يعني علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه قال وتدري ما يعني ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قلت لا قال ولاية فلان وفلان والله ولا تتبعوا السبل إنها ولاية فلان وفلان والله الأول والثاني قال وتدري ما يعني فتفرق بكم عن سبيله قلت لا قال يعني سبيل علي صلوات الله وسلامه عليه الآيات واضحة والروايات صريحة يا أشياء علي وآل علي هذه حقائق دينكم وهذه أوسا خطوسيين فنظف عقولكم ونظف قلوبكم ونظف أديانكم وقولوا يا زهراء وتعلموا الدين من هذه القناة لا أقول صدقوني ولا أقول اتبعوني ولا أقول اتخذوني إماما أو قائدا أنا أسهل عليكم الأمر آتيكم بالمصادر وآتيكم بالكتب ألخص لكم المطالب ما تجدونه نافعا لكم فخذوه وعاودوا النظر في دين الطوسيين كي تعرفوا حقيقة الأمر وقت الحلقة صار طويلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في موضوع جديد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله